السلام عليكم إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير فيديونا هاليوم رح يكون فيديو تحفيزي ميتين بالمئة تشجيعي يلا هنشجعكم البنات حتى توما تنوضوا كل واحدة واش تنوضوا الديب نبدأو في وساع الله نبدأو في ليستا حكا بش ما نحشره شرواحنا قررت اني كل مرة ندير حاجة والحاجة هذي كل نبداها ما نبدهاش كامل على ضربة يعني كل مرة ندير فيها حاجة بش ما نحسش بالتعب وما يوليش عليا التعب فيما بعد قلت بسم الله وبديت ندير الميناج تاعي كما تعرفو احنا البيوت الجزائرية كل موسم لازم نديرو له الميناج تاعو ولا نستقبلوه بالنظافة مع النور انا ننطفوه يوميا لكن تعلم المواسم تبقى بنتها وحدها بغيت نعتلكم وحد الحاجة اللي كنت كومونديتها وصلتني نهارين خلاص كومونديتها اليوم وغدوة من ذاك جاتني جاتني بالبارد سريع كما كم تشوفوا كومونديتها اليو 4 جاتني اليو 5 ولي كنت خدمت بها حاجة كما هي يعني خدمت بها العام الماضي وبزاف اخوات تسألوني يحبوا يشيروا كما هي وملقى هواش متوفرة لذا هذا العام قررت اني نجيب حاجة لي تكون متوفرة والغاشي كامل يقدر يقتنيها واللي هي كما سميتها لكم العام الماضي المكنسة السحرية مكنستي السحرية هي في الحقيقة انا شوفت على الدلو اجي مع البيدون تحابس يعني ما كانش متوفرة لقيت هذي قلت احسن خير من ما كانش وخير من ما كانش بصح هاي ليالبنات بالنسبة للقطع اللي فيها كما راكم تلاحظوا فيها اربع قطع اللي هي المكنسة فيها هاذ النشافات التاحة فيها زوش تعالي ريشارج وفيها المونش التاحة المونش راهو مقسوم على زوش بالنسبة للبالية هذي بعد ما تمسوهاش ما تديمونطيوهاش من بعضها بش ما تصعبش عليكم وبالنسبة للمونش هذا اللي مقسوم كيفاش هرح ركبوه كيما كم تشوفوا هذي زوش قيطة هكا كيتجربي ما هونش رح يركبوه وبالتالي هذي رح تلسق في البالية من تحتها تدوريها عادي كيما تدوري الفيس ولا البالون عادي جدا المونش عادي وتزيدي تركبي هذ الجزء سهلا خلاص باش تركب البنات ما فيهاش تعقيدات ولا حويش بزاف اللي تركبوهم وبالنسبة للنشاف كيفاش هرح تركب هذي الجيهة اللي حاشاكم نشوفو بها والجيهة السفلية هي اللي رح نركبوها في البالية كيما كم تشوفو هذي الاجزاء اللي باش ندخلوها في هذي الجيهة يعني اللي باش تحكمها لك هكا باش كيتعودي تنشفي ما تتنحالكش من البالية تاعك سهلا خلاص حتى هي رح فقط تدخلي هذو كل الاجزاء وهذه السنينات اللي راهم يبانو سنينات هذا ما كان و من بعدها تلسقيهات عدليه هاتي لسقيهة في سكراتشاة هذي هي رح نخليكو رابط المنتوج كامل معلومات على هذ المنتوج باش تكموندي و لا باش تتصلوا بيهم الرابط والرقم الهاتف رح نخليكم ان شاء الله في صندوق الوصف السعر التاحة يا لبنات راهو بمئتين وخمسين الف للتوصيل رح يكون الباب المنزل تاكم عملية بزاف سواء في التركيب التاحة سواء في الاستعمال التاحة دركن كي نبدأ نخدم بيها رح تشوفوا استعمالها شحال ساهل وشحال عملية خاصة خاصة النساء الحوامل نشفى لهذا كل وقت كي يكون تحامل وندير الميناج نتعب بزاف خاصة كي نبغي نطلعوناها بطبش نخسل الحيط وكي نبغي نعصر ثاني كيف كيف هذه بزاف ملاحق حتى امهاتنا توالمهم بزاف كي ما تعرفوا مع تقدم السن واللي عندهم نوجع في ظهرهم بزاف عدوشكي بزاف برجليهم وظهرهم وهذه رح تساعدهم بيدون شك كي ما شتورني بشويا نمسح الغبرة وننظف الجهة اللي بديت نفرغها مع انه ما نشفى رح نفرغها كامل شونبرة كي ما مالفا مالفا من قبل نخرج كلش نفرغ الشونبرة ونتعب بزاف ويفوت عليا النهار كومبلي وانا في هذيك البلاصة اللي راني نديرها في الميناج لذا قررت اني كل مرة رح ندير بشويا بشويا خرجت الفراشات مسحت كي ما شتوا الغبرة اللي طابل دوني ويخرجتهم من الشونبرة حطيتهم برك في الكولوار في الهول وبديت النظف بديت بطيقهم اللولين رح نلي بارسيان برك اللي رح ننغسلهم بالماء مانيش رح نزرزق الحالة بالميمان منها لحطة بتاعي باش من ما يفزدليش كي ما تعرفوا باللي كي تكثرين لهم الماء رح يشربوه رح يتنفخوا وبالتالي رح كي ما نقولوا بالعمية حيتفلقوا يعني رح يتحلوا من بعضاهم البراء غسلتهم الغبرة رح يتغبروا بزيف بصح هذا الكارويت حنمسحهم بالدوات على المابل ولا البرودويت على المابل عادي جدا يبقى والكارويت رح نمسحهم على المرايات مع الأخر نظركها رح نبدأ بالحيوط حنبدأ بالجزء بالجزء يعني كل جزء رح نبدأ من الأعلى للأسفل يعني من فوق للتحتة باش نحي عليها وما نعاودش نولي يعني نبدأ من فوق للتحتة نكمل هذك الحيط نزيد نولي الحيط الأخر خير من ما نبدأ غير من الفوق ونزيد نعاود من التحتة وينشف لي الحيط ويزيد يتطبب وهكيك رح نتعب كي ما شدوا هنايا إذا ما عجبكش اللي نشاف وبغيتي تديري لعبات تقدري هذا النشاف اللي تباع ولا اللي تقدري تخيطيها يعني هذي رحي عندي من قبل رح نخلي لكم الفيديو وتعلى عام الماضي باش تشوفوها ركبتها تركب لك وسكراتش رح يعاونها لك يعني زيدي يشدها لك باش ما تتحركش بزاف يعني رح تحوك لك الحيوط مليح وكي ما يحب الخاطر حكيت الحيوط كي ما رحكم شدوا حكيت لي جيت الطاقة وحكيت ثاني لي وراء الأخزانة كي ما شدوا بين الأخزانة والحيط نطفت لي ثانية روعة ما تعبتش خلاص وحتى بالوقت ما مدت ليش الوقت يعني سهلت علي روعة روعة نصحكم بيها لبنات والله ما تندموا عليها صدقوني أنا كنت شفتها خطرة في المحل بصح لي شفتها أصغر يعني نشافت حاجية شوية صغيرة على هذه أكم تعرفوا عصر السرعة نحبوا ديما الحاجة لي ما تديناش الوقت وكي تكون كبيرة رح تديلك ميساحة أكثر من كي تكون صغيرة نفس الشي حتى للأرض الأرض هذي حكيتها باللافات هذيك بنشاف لي فيها اللافات ورح نزيد نمساح ونفوت مليح على الجهة هذي هكا باش كي نرد السرير ما نعاودش نوليلو فيما بعد كي ما كم تشوفوا راني ندير بالجزء بالجزء ما تخيلوش يا لبنات الوقت الوجيز اللي كملت فيها الغرفة عكس ما كي كنت نخدم من قبل يعني الطريقة اللي كنت نتباحها في الميناج مع الأول كان جد متعبة شوفوا اللي بنات هنا قبل ما نكمل لكم شوفوا كيف شتعصروا الجيهة هذيك اللي نعتها لكم تحكميها وتهبطي لتحتها يعني رح تمتصلكم كمية لبس بها من الماء يعني تقول لي ما تشربش تشرب روعة وكي تعصر يتعصر لك ثاني روعة شوفوا وش حال تخرج الماء يعني تقول لي مستحيل انها تمص هذي الكمية بصح تمص هذي الكمية تعلمها وتعصر لكم ليح يعني اذا كنتي انسانت ولا كنتي مريضة من مثلانك رح تشريها وما كيش رح تندمي عليها كي ما تعودتوا عليا ولفتكم نحب نجيب لكم غير الحاجة السهلة والعملية اللي ما تديناش الوقت وما تتعبناش فين بس الوقت قلت لكم الطريقة اللي كنت نتباحها قبل كانت متعبة بزاف كنت نخرج الماطلان سرير نديمانطيهم من بعضها تقريبا كلش كلش نديرو فيه نهار واحد نحير اللي يريدو نخسل الفراشات ننشرهم نخسل يدي صندولي نتعب بزاف يعني مايش يكمل علي هذك النهار نلقا رح يراني من دق دقاء ما لا قررت كل نهار ندير حاجة ونحاول اني مثلا الغرفة نقسم خدمتها على زوجه ولا على ثلاثة ولا حتى على ربعة غرفة الاطفال كيف كيف المطبخ نفس الشي كل مره ندير حاجة حتى نكمل وهي رايحة يعني مشي شرط نزر تقول حاله بالماء باش نقوله ننظفنا ومشي شرط نحكمو نهار كومبلي وحنا يا غارقين في بلاسة واحدة باش نقوله باللي رانا نخدمنا ودرنا الميناج صحتك اولى وصحتك بجل هنا يا كملت القوتي هذا اقدر كا درت هاد القوتي ثاني مسحت ثاني فوق اللي ما تجار مسحت هاد القوتي كي ما راكم تشوفو يعني جهت الباب وكلش كي ما شتو تحفى الفني اللي كانوا مديريها لها ليولادي بس سيف باش نحيتها المهم هكا ما حسيتش خلاص بديت بالجيها 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 حتى نكملت اخر حاجة خليتها هي مسحت الكاروات الغبرة دي جاراني بديت بها هي اللولا ذو كا غير نكمل نسيق نزيد نعاود نمسح مسحها خفيفة هذا ما كان مسحت الكاروات وذركات تبقى لي الارضية راح نسيقها هي والبالكون وانا كملت يبقى لي الفراش ندخلو نرجع كل حاجة البلاستان نركب ريضوات جدد ومبعدا نروبوزي كي ما بغيت انا يعني نروبوزي ساعة ساعتين المهم كي نبدأ بكري راح نكمل بكري وقلت لكم كي ما تبعو الطريقة هذي راح تلقا ورواحكم مرتاحين جزهديا ونفسيا يعني تكملي ديجا تشوفي الحياطية بريية وتفرحي واحد الفرحة كيف فرحت الولاد الصغر اللي يعطيهم حاجة ولا الحواء يشتحهم تعالعيد الليل تلعيد يحضنوهم واشو يبقى لك قلت لك تربوزي ومبعدا يبقى لك العشاء ولا الغداء ولا الشي اللي راح تخدميه وانا ينفضل انه كي دي بداي تخدمي اذا بدتي الصباح حاول يديري حاجة خفيفة الغداء واذا فات حتى الوراء الغداء ديري حاجة خفيفة اللي اشار كي ما نايا هذي النهار كملت ديجا لعشاد الغداء قدرت حاجة خفيفة راح نكمل راح الربوزي نقي لنا ولي داتي نحكم تليفوني كالعادة انتفتف فيه وش راح انتفتف يا اما نخدم الفيديو يا اما كش ما نشوف قناتي هذا ما كان يعني ما نحس لا بالتعب ولا بالجهد اللي كنت بذلته في هذا الخدمة اهم حاجة يا البنات اللي تخليكم تتحفزوا وتتشجعوا بيش تنوضوا وتخدموا داركم هي انكم ما شغل ما تديروش في بالكم باللي هذك النهار راح تخدمي بزاف حوايش يعني يقولي اني ماني راح ندير والو هذك نهار راح ندير غير هذيك الحاجة كي تدخلي للغرفة ولا البلاسة اللي راح تديري لها الميناج تلقائيا راح تلقائيا راح تلقائيا بديت تديري في حوايش زيادة الشي اللي راح تديري فيه اهم حاجة انك تعرفي كيفاش تنظمي راحك وتقسمي وقتك هذا مكان مثلا كي ما دركا قررت انك تنوضي الصباح راح تديري ميناج للسانو ولا الغرفة ولا غرفة اطفالك راح تبدأي بالفطور تديري الفطور تفطري وتفطري ولادك تنصبي حاجة خفيفة للغداء حاجة اللي تغلقي عليها الكوكوت ومبعدها غير تطفي عليها راح تربيها ديركت فتحونا مثلا نقولوا احنا يا شربة ولا ولا عدس لوب ياللي كان المهم حاجة خفيفة كيش ما تكوني ديرتي ديجا كسرها من قبل ولا شريتي خبز ولا وتدخلي تديري ميناجك تكملي خلاص وتخرجي تتغدى وتربوزي وهاي لك نتيجة التبكار ونتيجة التعب ولو انه اذا كنتي خدمة تاك قسمتها الشحال من خطرة ما كيش راح تحسي بالتعب نهائيا بالعكس هكا نكون وصلنا نهاية فيديونا هاليوم ان شاء الله يكون اعجبكم ويكون نحفزكم وراهو جايكم غير الخير يا البنات جايين فيديوهات تحفيزية وتشجيعية غير هما كونوا في الانتظار وكونوا دائما في الموعد ودركوا مبقى لي غنجو لكم في امان الله مع السلام انتظروا اشتركوا في القناة